لسه نكملين معاك وفكرات نهارك سعيد وزي ما قلنا في البداية النهاردة هنفتح مع بعض الملف الاقتصادي لمصر عشان نعرف وضع مصر اقتصاديا في الفترة الاخيرة بقى شكله ايه سمعنا عن مصطلحين دايما بيترددوا بيتعادوا بيتكرروا في الفترة الاخيرة وارتفاع معدل التضخم وعجز ميزان المدفوعات يعني ايه وتأثيرهم ايه على الاقتصاد المصري وسمعنا كمان الحكومة المصرية طلبت طلبة كرد من البنك الدولي وسعر الفايدة عليها زاد لاربعتاشر في المية ده كمان هيأثر زي على الوضع الاقتصادي لمصر هنعرفه من ضفنا النهاردة دكتور دياب محمد دياب مستشار مالي وخبير ادارة الازمات المالية سبع اخي افن اهلا بيك اهلا بيك يعني في الاول عايزة اعرف طبعا المصطلحين دولا بيعنوا اين قبل كل شيء احنا الاول بنقول للمشاهدين والمشاهدات ان شاء الله نهاركم سعيد وان شاء الله يبقى نهار ماليان بالاماني وبالحلول لمشاكل مصر وان شاء الله مصر تتخطى هذه الكبوات باذن الله واملنا في الله ثم في الشعب المصري امل كبير انه يتجاوز هذه الازمات اه فيما يتعلق اه بميزان المدفعات والتضخم احنا عايزين نشرح المصطلحين بالزبط الشرح البسيط للناس تفهموا يعني الفضل ميزان المدفعات ده هو عبارة عن اه زي زي جيب اي واحد شخصي اه له مصرفات في الشهر اه ولو اه مدخول في الشهر يعني له ارادات في الشهر فمصرفاته ازا تخطط اراداته اه ففي الحالة ديت بنقول هناك عجز او زيادة في المصرفات عن الارادات يعني لو انت بتقبط 15 جنيه اه ومصرفاتك 17 يبقى انت عندك عجز 2 جنيه لازم تدور تمويلهم ازاي او تعمل فيه يبقى فيه عجز الحالة دي بنقول ده عجز ميزان المدفعات مدفعات والحالة التانية انك انت معاك 15 جنيه بيجي لك 15 جنيه صرفت 12 جنيه فده بنقول الفائد في ميزان المدفعات ميزان المدفعات ده ده الاقتصادين بيقوله عليك ميزان المدفعات ده هو الوجه الاخر الحاجة اسمعها الميزان التجاري ايه الميزان التجاري ده بيحصل فيه تبادل تجاري تبادل كمي تبادل كمي ده ما بين انك بتستورد وبتصدر بتستورد وبتصدر لما بتصدر بيحصل لك دخل ولما بتستورد بتدفع فلوس للناس الفارق فيما بين الصادرات والواردات ديت وبنقول الفارق ده بيمثل ايه اما زيادة في الصادرات عن الواردات وبالتالي بيبقى فيه وفرة يا إما زيادة فيه الواردات على الصدرات وبالتالي بيبقى فيه عجز العجز اللي بيحصل في الميزان التجاري أو الوفرة التي تحدث في الميزان التجاري هو بيساوي بالضبط العجز اللي بيحصل في ميزان المدفعات إذن ميزان المدفعات هو الترجمة النقدية المالية للميزان التجاري طيب فيه سؤال بقى ده ميزان التجاري وميزان المدفعات إيه بقى التضخم؟ ايه بقى التضاقم؟ التضاقم ده بنقول هو فيه سلع وخدمات داخل المجتمع. هزي السلع والخدمات داخل المجتمع. ايا كان السلع والخدمات. سواء ازا كان رز ودوره. كل اي حاجة اي حاجة. هماني? وفيه طلب على هزي السلع والخدمات. تمام? طلب زيادة عن العرض. وبالتالي سعر بتاع السلع بيالة. وبالتالي القيمة الاستحوازية يعني قيمة الاستحواز بتاع النقود بتقل. ازا كان الجنيه بيشتري مثلا كيلو فول او نص كيلو فول. ففي ظل التضاقم كيلو فول ده بتشتري بمية جنيه. ايه. وهكذا. بالعكس بقى في الحالات الانكماش. فالتضاقم بنقول ان هو ايه الخطر اللي فيه انه بيهدر او بيهدد القيمة السوقية للنقود. القيمة السوقية للنقود يعني ايه؟ قدرة النقود على الاستحواز على السلع والخدمات. كل ما كانت القيمة السوقية للنقود مرتفعة. كل مكان النقود تستطيع ان تستحوز على سلع وخدمات اكتر. طب خلينا عشان نقدر برضو نفهم العجز ده يعني يعني حج مؤدقي نقرنه بالسنة اللي فاتت ايه تفضل من السنة اللي فاتت للسنة دي الفرق ايه بالارقام بالارقام انا لا تحضرني الارقام لكن هو تعرفة لا تحضرني الارقام لسبب بسيط جدا ان انا خوف تقرأ الرقم وتخط على مصر قوي يعني ايه انا تخوفت من ان انا استقرأ الرقم وحاول اعمل عقلي فيه تماما لان المسألة بالنسبة لي هيبقى فيها خوف شديد لمصر واعتقد هم نشروا في الاحصائيات والمجلات قيمة العجز لكن انا عايز اقول في قصة خطيرة جدا ايه هي ان الرقم لا يهمني رقم العجز او رقم الفائد لا يهمني ليه لان اعلى مستوى رفاهية بيتحقق في المجتمع حينما يكون ميزان المدفعات متوازن يعني اخر تقرير اللي هو يعني اصدر في ديسمبر السنة دي من البنك المركزي قال فيه ان كان السنة اللي فاتت فيه فقد والسنة دي اصبح عجز عليك بتقول ان لا الفائد بيفرق ولا العجز المفروض ان يكون فيه توازن لا هو اعلى مستوى رفاهية هو اي اقتصاديات في العالم بتهدف لايه بتهدف لتحقيق اعلى مستوى رفاهية للفرض في المجتمع ففي ظل هذا الهدف في ظل هذا الهدف اعلى مستوى رفاهية للمجتمع في ظل توازن ميزان المدفعات في ظل توازن ميزان المدفعات وتوازن بزال المدفوعات لان انت لو عندك فائد كبير في بزال المدفوعات تكلفة السلع والخدمات داخل المجتمع بتبقى غالية منقارنة بتكلفة هذه السلع والخدمات في الدول الاخر وبالتالي من قليات السوق كان من قليات السوق ان لما يحصل فائد في بزال المدفوعات في امريكا مثلا تقوم تقول للصين ابعتيني شوية عربيات او شوية حاجات كده العربيات تبقى في اليابان بجنيه تبعتها لها بخمسة جنيه والعكس صحيح لو حصل ان في فائد عندهم في عكس يقول لك استوردوا مننا فيستوردوا منهم شوية حاجات برضو بسعر حبة امريكا تطلع من سياسة التوازن ديت عشان يحققوا على مستورة في المجتمع بقاليات من عندها فعملت حاجة اسمها سياسة الانفاق الكبير زوء العائد الاكبر الانفاق الجبير دايما احنا الاقتصاديين عارفين الانفاق الكبير ده بيبقى في الانفاق العسكري فاخترعت حكاية العراق ديت عشان تعمل انفاق عسكري كبير وانت عارفة هناك المؤسسات في امريكا مؤسسات خاصة فالمؤسسات ديت بتنتج دولاب العمل اشتغل فياخدوا الاسلحة واضربوا بيها في العراق زو المردود الاكبر على اساس ان هما ياخدوا بترول العراق اللي حصل انه هو فيه فردة واحدة اللي اشتغلت اللي هو فردة الانفاق عشان هما معروف عندهم التكاليف العسكرية هما هما حابوا يعملوا انفاق كبير وفي نفس الوقت ياخدوا البترول يغطوا هذا الانفاق ويبقى فيه فوايا فالله حصل ان فردة واحدة هي اللي اشتغلت فردة الانفاق معارفوش ياخدوا البترول وبالتالي حصلت الازمة العقارية في امريكا وحاليا حصلت ازمة السيولة الناس بتتكلم في الازمة العقارية او ازمة السيولة على اعتبار انها اسباب هي نتائج لسياسة الانفاق الكبير ذو المرضود الاعلى اللي كانت امريكا عايزة تنفالت بيها من سياسة التوازن وقاليات السوق وتختص بيها النفسها دكتور كمان بنسمع ان عندنا عجز في الاحتياط النقضي من العملة الاجنبية دائمته ايه بالنسبة بص يا حضرتك انا لا اخاف ولا يدايقني خالص ان مسألة العجز في الاحتياط النقضي تمام امريكا بتعاني من ازمة سيولة وازمة عقارية طاحنة تمام والاخر ازمة طبعا عايشها امريكا احنا عايشينها كلنا لكن انا اقلق امتى لما الاقتصاد بتاعي ما يكونش قادر يحقق دخل قومي ويعمل قيمة مضافة لتغطية هذا العجز لكن طالما فيه قليات شغالة ما تفرقش طب احنا وصلنا لده يا دكتور ولا لأ احنا عشان نوصل لده لازم نعمل القاتي اول حاجة لابد من زيادة الناتج القوم وزيادة الناتج القومي ده عزة خطط كتير او تمام وبعدين نقلل الانفاق الاستهلاكي وتقليل الانفاق الاستهلاكي ده يتحط في اوعية الدخارية في منظومة كده للقصة دي انا مش عايز اشغل المشاهد بهذه المنظومة لكن ولا المسؤولين بهذه المنظومة لانها كلام معلوم احنا عايزين نقول الكلام اللي المشاهد ياخده ويشتغل به ويساهم معانا في ظل هذه المرحلة المتعسرة اللي احنا مرحلة مخاض الصورة دي انا بقول للمسؤولين حاجة اول حاجة ان لا شك ان عجز الموازنة عجز الموازنة بيؤثر بشكل او باخر على عجز ميزان المدفوعات بطرق مباشرة او غير مباشرة مش اخش في المسألة العلمية اول لكن اقول حاجة مهمة جدا ان النهاردة لابد ان يحصل ان الدولة تخلي الموازنة بتاعتها تاخد اسلوب اللا مركزية في الموازنة لان اسلوب اللا مركزية هو الانزم اسلوب اللا مركزية ده هيضمن حاجتين اتنين هيضمن دقة البيانات دقة البيانات وصحتها ده واحد اتنين هيضمن انك تحصر موارد المحافظة حصر دقيق ويبقى كل موارد المحافظة دخلة في الموازنة لان موارد المحافظات في التخطيط المركزي بيحتاج ايه بيحتاج معلومات قاعدة معلوماتية عالية جدا تمام وبيضيع منه طالما قاعدة معلوماتية مش عالية بيضيع منه بعض موارد الايرادات السيادية اللي موجودة والايرادات الغير سيادية في الموجودة على مستوى الدولة وبالتالي بيحصل العكز بيبقى كبير اول لما تيجي تخطط وحنا بنعمل الموازنة دي ليه علشان ادارة قبية تمام ده واحد انها في الاول اداة تخطيط ان انا بخطط بيها وادارقة بيها الموازنة بتاعتنا منذ الستينات وحتى النهاردة لم تتطور طريقة اعدادها واخدين الموازنة حاجة اسمها الفيكس الباجت اللي هي الموازنة السابتة اللي هي بتاخد هدف واحد في اعتبارها صار في النظر عن الظروف الاخرى الناس تطورت عملت حاجة اسمها الموازنة المارينة فليكساب الباجت بقى ياخدوا اكتر من هدفين ده ممكن يتحقق او ده ممكن يتحقق اخيرا عملوا حاجة اسمها البروبابليستيك فليكساب الباجت اللي هي الموازنة المارينة الاحتمالية ودي نتيجة وجود الاجهزة الحسابات الالية والنظم المعلوماتية المحاسبية على الاجهزة اللي هي الكمبيوترات فعملوا اكتر من احتمال انا هوصل حضرتك عملوا اكتر من احتمال لحالة السوق السايد زكالة رواج بخمسة في المية يبقى تبقى كسادك بخمسة وتسعين في المية هتبقى مصروفاتنا في الحالة دي ايه اراداتنا في الحالة دي ايه المستقبلية تمام فاحنا لازمنا على مستوى الموازنة السابتة طيب المفروض ان احنا نغير مسألة الموازنة السابتة دي ونعد البيانات التخطيطية بتاعتنا والرقبية بتاعتنا على اساس الموازنة المارينة اللي هي يعني الخطوة الوسطى ده واحد اتنين ان تقديرات الاحتياجات العينية لازالت في مسألة الموازنة والحكومة تقديرات الاحتياجات العينية شكلها بتؤقذ حتى اليوم بالشكل العشوائي لانه ما بيبدأش من من اقل مركز وظيفي وينتهي لأكبر مركز وظيفي هو بيجي من فوق يوم مخطط من فوق لتاعت دي مسألة برضو بتحتاج معلومات متكاملة طيب اثر الكلام ده ايه على الموازنة الحالية واصارها على ميزان المدفوعات الاصر الكلام ده عن الموازنة الحالية ان فيه برجاسة معلوماتية يعني طلع الدكتور الجنزوري بيقولك ان كان العجز بتاعنا مخطط على 34 مليار دولار ارتفع وتفاقم وتفاقم لمية خمسة وتمانين مليار دولار مش ممكن اكون انا بخطط ده لكم واقعي يا دكتور الكلام ده ما انا بقول فيه حاجتين اتنين انا مش ممكن اكون بخطط ويتضاعف معي الرقم تامن مرات يبقى كنت لازمت ويهي بتخطط ليه ما تسيبه عشوائي رندم كده ويمشي وخلاص ايه فايدة التخطيط ده واحد اما التخطيط مش سليم وده اللي انا واثق فيه من البداية ان التخطيط مش سليم نمرة اتنين او الرقم ما يكونش سليم ان مش ممكن في ظل تخطيط ولو حتى نسبة العوار فيه او نسبة دقة المعلومات الدقة المعلومات النسبة فيها مش ممكن تتجاوز ان انا وانا بخطط يرتفع معاها الرقم كده ليه نسبة الخطأ اللي احنا بنتكلم فيها دا ان نسبة الخطأ ارتفعت او جدا كاين ما خططتش ده لو هو ماشي عشوائي بقى يحصل يعني يعني لابد من مراجعة النظر في الارقام اللي بتتقال ديت ولابد من وجود الشفافية في الارقام ديت والمصارحة مطلوبة عشان نعرف نحل طب بمناسبة المصارحة